اهلا بكم مشاهدين طالب رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان بتفويت الفرصة على الساعين لإجهاد الثورة وتجنيب البلاد المهالك ودعا خلال مخاطبته توقيع وثيقة الصلح بين قبيلتي العوضية الجعليين والعبابدة بمدينة شندي إلى همية وحدة كافة أبناء السودان لضمان الاستقرار وطالب بمحاربة الفساد والمحسوبية في الخدمات وقال البرهان إن التغيير الذي حدث في البلاد كان تغييرا حقيقيا تكاملت فيه أدوار أبناء الشعب السوداني والقوات المسلحة ونبه إلى همية التفاف الجميع حول الحكومة في الفترة الانتقالية ولاية نهر النيل ظلت تقدم المسألة الأعلى في التضحية وفي إظهار الصفات النبيلة لأهلها في كل مكان ما جاءنا في السودان لقينا إنسان نهر النيل في كل مكان بنلقاهم دائما هم بقدموا الغدوة في التعامل الغدوة في التسامح الغدوة في التعامل الراغي مع كل الناس مع كل البشر أيضا في هذا المقام يجب أن نشكر شهداننا جميعا شهداء السودان اللي قدموا أرواحهم في كل مكان وآخرهم شهداء الثورة الثورة الآن نحن بنتفيع ظلالة هذه الثورة وهذا التغيير يا أخوان تغيير حقيقي تغيير حقيقي فيه تكامل لأدوار الشعب والقوات المسلحة إلى ذلك قال والي نهر النيل عبد المحمود حماد إن ولايته بمختلف مكوناتها ومحلياتها مستعدة لتقديم المزيد من الإنجازات مشيرا إلى روح التعاون والصلح لخدمة إنسان الولاية والسودان أؤمن إيمانا قاطعا بأن الاستقرار تحققه وحدة أبنى هذا الشعب الذي ننتمي إليه خداما ننتمي إليه خداما ننتمي إليه خداما وليس حكاما وليس حكاما وليس حكاما لتتكامل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ننتمي إليه خداما وليس حكاما اشتركوا في القناة